أسعد الله ووقاتكم مشاهدة أفاضل بكل خير وأهلاً وسهلاً بكم في عدد جديد من برنامج ذا ويكانتشو برنامجكم الأسبوع اللي يطلع عليكم عبر شاشة تلفزيون النهار على المباشرة مشاهدة الأفاضل للحديث عن أبرز المواضيع لتهمكم مشاهدين الأفاضل موضوع اليوم رح يهم الكثير من الطلبة لأنه تبقي 17 يوم على امتحان شهادة الباكالوريا ولهذا قررنا فريق ويكانتشو هذا الأسبوع رح يكون مخصص بامتحانات شهادة الباكالوريا وفي هذا العدد رح يرافقني عدد من الأساتذة من مواد مختلفة باش نرافقوا المترشحين ونقدموا لهم نصائح يعني حتى انت ولا انت مكش معني بالباكالوريا اتصل بصديق اتصل بعائلتك الناس اللي راههم في الدارهم بلك انت عندك ربما من أفراد العائلة رح يفوتوا شهادة تعليم الباكالوريا أو شهادة امتحان الباكالوريا فاتصل به لأنه هذه الحلقة رح تفيدو مشاهدة فاضل لإثراء نقاشنا لحلقة اليوم أسعد باستضافة الأستاذ شيريفي أستاذ لغات العربية مرحبا بك معنا أهلا بك شيريفي أستاذنا في اللغة العربية أهلا ماليكم برك الله فيكم على الدعوة ونرحب بناس libro شكرا لك أستاذ شيريفي أيضا في أستاذ الفلسفة يحضر معي الأستاذ إسكندرلوت في غربي مرحبا بيك معنا صرفنا بحضورك برك الله فيكم شكرا على الضيافة شكرا لك أستاذ إسكندر نطفي في مادة اللغة الإنجليزية مشاهرة فوضة ليحضر معي الأستاذ ناصري محمد مرحبا بيك معنا ناصري أهلا بيك شكرا لك إن شاء الله حجز حسن مفيدة للجمع إن شاء الله شكرا لك أيضا أخصائية نفسانية مشاهرة فوضة لحترفقنا وترفق تلاميذنا في شهادة البوكالوري تحضر معي مداني إيمان مرحبا بيك معنا شكرا للاستضافة وشكرا للاهتمام بهذا الجانب لما لغز مراه مهنمش جانب النفسي إن شاء الله سنطرق ليه في حلقتنا أيضا مشاهرة أفاضل أستاذ في اللغة الفرنسية أيضا حاضر معنا الأستاذ الحفاية ريضا مرحبا بيك شكرا لك أستاذ بارك الله فيكم على هذه الدعوة إن شاء الله نقدر نفيدكم جميع إن شاء الله شكرا لك أستاذ حفاية مشاهرة أفاضل للتنويه فقط أن نتصلنا أيضا بأستاذة في لغات أخرى أو في مواد أخرى في الرياضيات والعلوم وحتى التاريخ والجغرافي ولكن تعذر عليهم القدوم كان لي مراهوش هنا وكان لي عنده ظروف شخصية فتحية لهم مشاهدين الأفاضل قبل ما نروحوا لأي شي رح نقولكم موش رح نتحتوا في هذه الحلقة رح نشوفوا كيف يمكن تخطي الحالة النفسية السلبية التي يخلقها امتحان البكالوريا لدى التلاميذ رح نشوفوا أيضا كيف يجب التعامل مع امتحان البكالوريا بالنسبة لأولياء كيف أيضا يجب التعامل هما مع أبنائهم اللي رح يشتازوا ربما امتحان البكالوريا أيضا رح نشوفوا ما هي سبل تخفيف الضغط على التلاميذ اللي رح يشتازوا شهات البكالوريا أيضا ما هي طريقة الأمثل لإتمام المراجعة وتحصيل كل المواد وكيف يتم اختيار المواضيع وبناءها للمنتحين ويعني مواضيع أكثيرة فأول سؤال مدام عي الأساتدام من مختلف المواد بما أنكم محتكين مع الطلبة لكم تشوفوهم ربما كل يوم ولا كل يومين كل خطراوين راني نشوفكم يعني عبر المواقع فكيف هي معنوياتهم اليوم طلبتنا في البكالوريا 17 يوم متبقية للامتحان كيف شفتوا المستوى أيضا هذه السنة حابني نعرف نسقسي عليهم يعني أنتم معكم معايا سقسيت عليكم مشراكم ولا بس مدابية نعرف كيف معنويات طلبتنا في البكالوريا في الوقت الحالي تفضل نقدر نقول بلي it's the final countdown كما يقولوا العد التنازلي صحي يوميا تلاميذ رأهم يخموا كانوا 20 19 صحي الآن أنا في 17 17 يقعدوا يحسبوا ومعادي 10 9 عباك معادي يزيد الضغط نفسيا شغل اللي يحسوا وبعدك الضغط هذاك بعد شفت النهار يوصلوا شهادة البكالوريا تلقى كين الناس يخلاص يقول لك أنا نجوز نجوز يرجعوش عليه ويبذل المجهود وكين يقدر يحس بضغط أكثر العد التنازلي كل تلميذ كيف يتعامل معه وهلأ أستاذ ربما العد التنازلي اللي يخمم فيه كما يقول أستاذ ناصري تلميذ مليح ماشي مليح من ناحية نفسية هي من ناحية نفسية ماشي مليح لأنه قد ما يقعد يخمم قد ما رح يزيد الضغط والاستخص والقلق عنده وإحنا دائما كتكون الإنفعالة السلبية مرتفعة ومستوى الأداء رح يهبط خصوصا إذا كان هذا الضغط مشغل عند الطالب حتى عند الأولياء وهذا وش رانا نشوفه في العيادات وش رهم يزورونها حاليا غير لأستخص تعالباك لأستخص تعالبويام نوبات هستيريا نوبات سارع ما راهم شي يقدروا يتعاملوا مع هاد الانفعالات نظرا للأفكار وهذا الحساب اللي راهم يحسبوا فيه يوميا فنصيحتك ليهم أستاذا نصيحتي ليهم يعني قعدوا 17 يوم نعم ثم قرأتوا وحضرتوا يعني نقولوا هما يقول لك منا شواجدين أنا نقول لك إذا ما كش ماكشواجدك واجدت خونت سينك بوستان بوستان أكل قرأت تدرتليك ورحت توجدت روحك هنا ركز على الحالة النفسية تاعة وركز على أنك ما تعيش لهستخاص عيش بالأفكار أول محور باكالوري 2024 على الأبواب المترشحون على الأعصاب سؤالي للأستاذ شيريفي هل هناك ربما مخاوف قبل اجتياز جهة الباكالوري لدى بعض الطلبة وما هي المخاوف اللي رأيت واجه فيها الله يعني التلاميذ حاليا في الفترة الأخيرة الأغلبية تاحهم يكون يعني الخوف وننشوف فيه بالنسبة لي نشوف فيه الخوف أمر عادي بالنسبة لأغلبية تلقاه يعني يخوف ولكن هذا الخوف في بعض الأحيان رح يخليه يخدم رح يخليه يزيد ولكن بالنسبة لأغلبية هذا الخوف يعني يقدر يكون حاجة إيجابية ولكن دائما كما قالت الأستاذة دائما اللعام النفسي في الأوين الأخيرة يلعب دور فعال أنا فقط في يعني الأفواج الحضورية وحتى على موقع التواصل الاجتماعي نظر نقول لهم أنه العام النفسي في الأوين الأخيرة هو كلش صحي لا شي وش وجد لا شي وش قريت صحي فقط العام النفسي هو اللي يلعب دور فعال في الأوين الأخيرة فقط حط قاعدة أساسية في ذهنك نكرك خدمت يعني وجدت قريت والباقي على الله عز وجل نعم وبإذن الله فيها ربما البعض أستاذ شريفي فيها البعض أنا حبيت أن تسأل أستاذ اسكندر لطفي فيها البعض أيضا يوجدوا أنت كأستاذ في الفلسفة أيضا يوجدوا كثير ولكن لما يشوفوا السوجة تحهم يتشوك هوا نطاني ماذا تقدر تقول أكيد الأمر هذا يرجع يعني الضغط الطبيعي على الطالب لأنه التلميذ اللي عام كامله هو يجتهد وعم كامله هو يطابر سيرتحنا عندنا في مادة الفلسفة يعني رح يلقى موضوع واحد فقط لذلك الطالب رح يكون نجم يكون مستعد نفسيا كما تفضلوا الأستاذ وذكروا ولازم الضغط هذا يبتعد عليها القدر المستطاع والشيء اللي نأكد عليها الطالبة أنه في اللحظة الأخيرة يحسروا حنسا كل شيء نعم وهذا أمر طبيعي لأنه الضغط رح يكون تزيد على التلميذ ورح يغلق راسه على الشيء اللي يقراها في اللحظات الأخيرة فقط نعم الآن الضغط هذاك رح يروح في اللحظة اللي رح يشوف موضوع باكالوريا 2024 هر اللي يشوف سيوجي رح يشوف بأنه هذا الموضوع يعني يقدر يجاوب فيه يقدر يتأقلم معاه ذنك الضغط هذا احنا باش نقدر نخفه للطالب بينولو بالإنسان مدامو اجتهد مدامو يعني عم كامله وراه في التحصيل الدراسي نعم يكون يمشي بصفة طبيعية والضغط كما نقول ونعاود بأنه طبيعي يروح فقط في اللحظة اللي يرفض فيها التلميذ الموضوع ويبدأ بالعقل يندمج في الباكالوريا مادة بمادة سيرتو احنا المواد اللي رايح تكون هي المواد الأدابية اللي راح ينقصوا الضغط منها باش مكوش كينصدمة في الباكالوريا ممكن تفادي الضغط ربما أستاذ أنا على الرأيي فيه وصفة ربما سحرية للطلبة نعم نعم بونتكلم على المادة نعم مادة الفلسفة مادة الفلسفة هي طبعا الكثير يشوف فيها باللي مادة مسقطة وهي العكس الضغط ينقص على الطالب إذا في اللحظات الأخيرة هذه 17 يوم الأخيرة أنه يدير خلاصة تعشيل اللي يديرون في العام كامل نعم في مجموعة يعني ملخصات صغيرة يجوز على المواضيع كامل يعني يقوم بعملية المسح الشامل نعم علش لأنه الطالب يذغلق راسه على درس معين نعم هذه الأسبوعين لو كن ما يلقاهش في الباكالوريا راح تكون صدمة صحيح هذا المشكلة صحيح مال احنا وش نديره باش نقصه من الضغط أنه الطالب في هذه الأسبوعين يجوز يعني في كل مواد طبعا هذا الأمر ولكن بالدرجة الأولى في الفلسفة أنه نحن يمدرنا سؤال فقط ولا زوج أسئلة يعني راح يكون مقيد الطالب بهذه الموضوع صحيح وجنرال ونحن في المادة كل ما يقرب الباكالوريا كل ما ماذا به يقلص عدد المواضيع اللي راح يقراهم ماذا به يقرى موضوع هو اللي يصيبه الآن نحن نوجه هذا النداء التلاميذ أنه يقوم بعملية يعني استرخاء فكري يحط المواضيع عن تاعه ويلخصهم بالشيء اللي يقدر عليه يعني غير رؤوس أقلام ويقوم بعملية المزح وهنا راح بيذني الله كيكون في شهات الباكالوريا كي يقعد يلقى الموضوع احنا المشكلة في المادة أنه عملية الاستحضار كيفاش سؤال يحط فيه زوج لدبلو فيورة صحيح باقي المواد ويكونش هذا المشكل يعني تلقاه يحط لهم بمجموعة أسئلة متنوعة متعددة يعني يقدر يهرب من هذا الموضوع الموضوع الثاني أما في مادة الفلسفة لازم فيها عملية استرجاع بارك الله فيك أستاذ فيها عملية استرجاع للأفكار تبدأ غير بالعقل يدير غير ملخصات هكذا أفكار أساسية يحطهم ويبدأ يتوسع غير بالعقل ليس يتفادى الضغط أستاذ مدامك أستاذ في الفلسفة ربما فيه مواضيع كثيرة تروج ومقالات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك هذه ربما تعباك هذا لازم ديروا هذه المقالة لازم هذه المقالة أنت ما هي نصيحتك لهؤلاء لأنه في الفلسفة هذا الأمر يعني مشاع جدا شائع جدا يلا شوفنا يعني ننطلق من اللحظة اللي أنا جوزت فيها الباكالوريا الموضوع اللي رهي مشاع أنه رايح تكون هو في الأصل الباكالوريا أنا نشفى على في 2001 نهار اللي جوزنا الباكالوريا كانت أستاذة تعتاريخه جغرافيا قالت أننا مثلا نركزوا على الاتحاد الأوروبي نعم قلنا لا أستاذة علاش الاتحاد الأوروبي قالت أننا مثلا وحدوا العملة هذاك العام قالور ديروا هذا الموضوع برك الله فيك تم درك الطلبة مثلا لو كنتشوف كرونولوجيا تعلق الباكالوريات تلقاها ببان في بعض المواد وليس دائما تسير الوقائع تسير الوقائع مثلا لو كاننا أخذوا أنموذج باكالوريا 2012 طرحت على السياسة نعم وكان هذاك العام عنده علاقة بالربيع العربي نعم يعني وعلى أنظمة الحكم والاستبداد وإلى غير ذلك طرحوا لهم هذا الموضوع بعد تبقى تسير الموضوع هذا لو كانت شوف مثلا في الانتخابات مثلا يطرحوا موضوع السياسة في العولامة مثلا يشوفوا الواقعة مثلا للعنف ألور إحنا في الباكالوريا عادة أن الطالب يستنتج أنه سيرتك يكون طالب ضجر لحق الباكالوريا يخمم بطريقة سليمة معناته منطقيا اللي مشرفين على الأسئلة رايحين يمدوا مواضيع اللي تكون قريبة للفكر قريبة للواقع قريبة لكذا ولو الناس يستنتجوا ولو يستنتجوا المواضيع ولكن هذا يكونش دائما يعني هذا من الأمور اكتمالية فارك الله هو فيك يعني الإنسان يجتأنس قال أنا نقرأ البرنامج كامل نركز مثلا على مجموعة مقالات بش ما تكونش كاينة صدمة وإحنا الشيء اللي قلناه في بداية التدخل أنه كي يحصر الإنسان المواضيع التاعه ويجزأهم ويقرأهم كامل هو المشكلة على الدرس اللي يقراه الأخير نعم ذاك اللي يقع فيه المشكلة هم قيح بوطيح لهم الدرس اللي قرأه الأخير الآخر لأنه العقل سبحان الله هو العقل يسترجع الموضوع الأكثر تكرار وأكثر تداول الأخير طيب من الفلسفة مشاهدين رحول اللغة الفرنسية ولكن بعد ذلك الفاصل القصير ريدا أستاذ ريدا أحمد جالي أعطيني الفاصل يلا عدنا إليكم من جديد مشاهدة فاضل عبر برنامجكم ذوي كانت شوح حلقة مخصصة لطلبة الباكالوريا اللي رح يكون عندهم امتحان شهادة الباكالوريا بعد 17 يوم من الآن تكلمنا مع الأسديد اللي حاضرين معنا مازال نسمع وراي أستاذ لغات الفرنسية أستاذ أريضا الحفاية يا أستاذنا ربما كيف يمكن تخطي الحالة النفسية السلبية التي يخلقها ربما امتحان شهادة الباكالوريا وكيف يجب التعامل مع هذا الامتحان يا أستاذ تفضل كل الانستان رح نهضر شوية في البسيكولوجيا ممسي جسو با فريمان سبيسياليست نعم فأنا الاسترس كان دو تيب دسترس كان استرس بوزيتيف كان هالسترس بوزيتيف سي غراس أسترس بفضل هذا استرس للتلميذ رح يخرج من لازون دو كونفورت رح يخرج لازون دو كونفورت واشنو هي كونكسيون يقصر مع أصحابه يخرج سي غراس على استرس في الليل كي يجح يرقد وينيكون بيان يتفكر أنا عندي باك مقريتش أني مقلق كي يتقلق ينوذي يقرم والاسترس كيف يخرج قدما يفنسي قدما يفنسي في البروغرام قدما استرس ينقص كأن سرطان زيلة في لي يسترسي في ديسمبر يبدأ كاليد وكحتل لك بش يبدأ يسترسي أرزبو استرس إلي بوزيتيف وقداش لازم يخلص نهار الحت وقش من نهار الحت كاليد منك كاليد منك تأمن بأننا نحن مؤمنين وقضاء والقدر قدر منك تقدر وذهب إلى أن أقل أنا أخبر أرى الاسترس كاليد منه في الوقت صحيح أستاذ في الأخصائيين قدرت لك إعطائنا أو إعطائنا أو إعطائنا في غير موشق حاجة صحيحة أو حاجة مليحة نعم لدينا الاسترس الاسترس يتحدث عنه هو القلق الطبيعي ولا الاسترس الذي يسرعناه لن يكون حاجه descobrir صحيح باقصام يساعد ع they live 你 لم يساعد الطالب للكوهم حسنت их حسنت نعم كان بعض تلاميذ الذين هأخذوا اتبعون لن يستكون هادئ لكما سأتي من خلال الخلال هو zuerst هو software كل منصور هو متجهز ما رأي党 هو انفعال كيل نعم ما نعيش أستاذة يقول أنه طبيعي وهي ما قلت لها الأستاذة هذا هو الذي يضر الإنسان و الذي يضر التلميذ الذي يوجد في البكالورو إذا أردت إلى أن يصل إلى طبيعي يجب أن تؤدي لنفسك طريقة ونحن نعود أن نعود أن نعود إمتحان كلما كان لديه إمتحانات وصعوبات في حياته أستاذ عادتنا قبلهم لا يبدو أن يشعر لدني أشعر بشترس بالأ Lead كما تشكل أفضل أفضل كما تشكل أفضل يعني غير عادي بالطبع قلق مرضي أنت تصل لطالب في بعض الطلبة يبدأوا في السبب يبدوا يبكوا يبدوا على الطلبة كما يفضل ومع شراء يجب أن نصيحكم لأولياء كيفية يجب التعامل مع هؤلاء سمح أنا النصيحة لي دائماً مدهس يمكن تخلوش الجانب النفسي حتى للنهاية دائماً في البداية لدينا ثلاث مجالات لازم نخدم عليهم من البداية على الامتحانة الجانب المنهجي الجانب الصحي الصحة الجسمية مليحة والجانب النفسي هنا يصرع إهمال الجانب النفسي يقولوا يجروا هنا لا نقولوش سيد خوطغ لو كان نخدمه قبل على الجانب النفسي يعني من بداية سنة سنلحقوه باستخلص طبيعي ما نلحقوش بالسترس المراضي ولا القلق المراضي اللي يخلي يكون محفظ لما دابنا هذا القلق يكون محفز لا يكونش مثبت للأداء حالياً حالياً سمحوني حالياً فقط جلسات استرخاء والإنسان ينظم روحه يشوف وين راه واجد من وين ما راه شواجد وش الله وقاري وكما قال الأستاذ مقبل حجم ليحس يمكن يدير مسح على كامل البرنامج يعني يكون عنده أفكار حول كامل واشقرة مع بعض يعني تقنيات اللي يتقدر تساعده باش يهبط طيب أستاذ ريدال أنا فلسك رعنا لايف مباشر على 10 جهر جباك نهضر على لايف مباشر يمتحني بالغاية والدنية لتقلق Forg Weak لانتطلق لك فوائفة وعندما تتضعين ستعلم أن نقوم بالغاية لتعيش بغاية وافق لأنها مهمة امتحان عادة بلد أنا لاحظت أنه من قوة لتضخم الباك على هذه المشكلة التي أصبح الطالب تستريسه فوق العادة وهو إمتحان عادي وممكن أن يكونك سهل على الإمتحانات الأخرى نعم أخي ياسين بسحل لو كان نشوفه جنرال لو كانت تسمع برك ما من الأولياء كشي خموه هذروا معي أولياء مقبل يقولون لك حضرتها مدابية وليدي جيب الباك أباك هما كيسمعوا الأولياء تحب برك يكبروها لو كان صغيرا هما كباب أمتحان صغيرا سيقولون لي خموه فوق اللازم ومعادي الباك ولو قال الأولياء يقول لك وليدي جيب الباك هذا إنجاز وليدي جيب الباك معادي سهل ماشي يرجعوه شغل امتحان تفرح به يرجعو يكبروه ويضغطو عليه والتلاميذ بطبعا رح يحسوا بذلك يعني حتى الأولياء ربما يخلقوا الضغط على أولادهم نعم تفضل البيئة اللي يكون فيها التلميذ هي اللي تخلق له الضغط ريكي كي كون الولي يرجعو الأخ الأكبر وأخ الأصغر ديمة يذكر هذا الطالب الي عندك باك باك تكهر يعني هذا الطالب يشوف في الباك عفسها كبيرة ولكن في النهاية دائما محال يعني مرة نقوله انه يعني امتحان با كاروريا يجي اسهل حتى من يعني امتحانات الفصل الثلاثة سوى الامتحان التجريبي ولا امتحان الفصل الأول والثاني والثالث يعني مجرد انه كما قال الأستاذ فقط هذا يعني الطالب والمترشح يشوف امتحان اللغة العربية لأنه هو الامتحان الأول بإذن الله راح يتنحل هذا الضغط ويقول لي امتحان عادي دور تالي أستاذ دور تالي أستاذ عباك تشوف يمكن تشوفها في عينهم الخوف سيرتوفها في الثلاث أسابيع الأخيرة هذا ما ولا الأسبوعين الأخيرة تشوفهم بلهم خايفين ويتبعوا معك ويقلوا لك أن يراجع ستح تلقاها هذه الخزرة في عينه وكا دور أستاذ نوصل مو ينحيلوا هذا الخوف ويزيد يبينوا بلي قادر يوصل ونوحة يوصل ومنطو يحسوا بلي عنده الإمكانيات انت عام رجل السنة كاملة وتتقرأ باش مع الأخير يلوز كل شيء لا يجب أن تتقاوش عندك ونبعد تبان طيب سيد سكندر هل تشوف انه ربما الضغط اللي مارسوه الأولياء على بقى يقدر يؤدي انه هذا التلميذ بفضل الضغط تلقاه ربما هو مشتهد ويعرف يقرأه في الفوصول جاب ربما 13 وحتى 14 ولكن ضغط الأولياء هل يقدر يفشل هذا الطالب؟ الضغط قادر يكون إيجابي وقدر يكون سلبي تقع الحساب النفسية على التلميذ أنا كما تفضله الأساتذاء الباكالوريا في الجزائر اخذت حجم كبير لأنه السن تاعة الباكالوريا شغل في نظر الأولياء لازم يوليد ويقرأ لأنه هذا السن شوية صعيب لازم يلت يروحوا بليكور لازم يلت يروحوا في المدرسة يعني الضغط هذا هو أمر مفروض علينا ولكن قادر يكون تأثير تاعه سلبي أكثر حتى أنك كانت تلميذ وليدك في الدار تهيئ له الظروف بلا مدير عليها الضغط غير تعني يتدر له شيء يحب هذا رأوا نوع من الضغط اهتمام الزايد به نوع من الضغط هذا راح يؤثر سلبا على الطالب يعني إحنا ماذا بنا الأولياء هذه الأسبوعين الأخيرين يعني يبعدوا تلميذ على الجو الدراسي كما كانوا زمان بكري كانوا قبل باكالوريا بيلك بزوج أسابيع ثلاثة ما يقرأ ولا شيء هذا الأمر راح قالها أسبوع لماذا قبل قلت لك ولكن ما نرى أنا كبار جوزنا الباك ما تشفنا بلي الباكسيتان إكزامة وكين دوتر شوص في الدنيا تقول له ما تخافش سأسترح يحبستوك لا لا تقول له ما تخافش لأنك تعطي الوريسة لا خاف أنا أقول له ما ميدا خافت عادي تقلقت عادي تقرأ ترح لك بالخوف صح إما جيني إنسان رو خايف وروا مقلق تقول له حبس الخوف بعد ما يقدرش يحبس الخوف والقاتس ما خلاص ما قدش نقرأ يجب يقبل بليارك خايف ومقلق وتقرأ ثم تنسى كل شيء دعونا نرى المخاوف هنا يرجع الدور الأولياء الأولياء يعطوا فكرة أفكار المتوارثة سيلباك هو المفتاح على حياته وليداك وغلباك حجم مهمة والدراسة حجم مهمة ومقلق للجامعة لكن هذه الخوف والأفكار التي تزرعوها الأولياء كما قال الأستاذ تقول له ما تخافش هو ديجا كي يحس بهذاك الخوف جيه الفكرة بلي أنا أنا خايف معتها ما سنقدر نزيد هذا الخوف يزيد أثر على أداء دور الأولياء هنا رأيته خايف دعوه خايف نقول لبعض الأولياء نقول لهم ترسلوا لهم في المشاعر نعم بطريقة غير مباشرة عن طريق الإيماءات سعى وجهك صحيح مدام هدرنا عن الخوف فريق برنامج دوي كانت شو خرجنا للشارع وشفنا ما هي مخاوف التلاميذ عند اجتياز ربما امتحان الباكالورية نرى هذه تصريحات مع زميل رياد قاسيمي يالله نخاف اللعنب لزميل اليوم نبا نحن نخاف تنظر ولام نحن نحن في Learn نحن أنه نحن أنج انجنت جميع شباب لا بك لا يوجد شيء أخرى لا يوجد شيء أخرى نوعاً يجب أن يجب هذا شيء طبيعي يأتيك تاوتر يجب أن تصلي وصلت في وقتها تصلي الفجر تعيي ربي هذا كما قال تلميذة هذا نرى أن نكون جوز البقر ونعضب بكري الصباح أنا كنت ربما على ربعة تاع الصباح هل هذا صحيح أنه فعلاً كنت نوضع الصباح على ربعة تاع الصباح تراجع خصوصاً في هذه الأيام صح رح يفيد ربما التلميذ أو أنه باقي ساعات العادية ولكن احنا ربما في بالنا فضل والله يشوف التلميذ هو صح توقيت توقيت الصباح يكون مهم جداً لأنه يكون العقل الإنسان يعني يقدر يستقبل معلومات هذه أول حاجة ولكن احنا كنشوفه والتلاميذ وش نلقاه نقول باللي كين تلميذ ليلي وكين تلميذ نهاري وش معناها تلميذ ليلي يقول لك أنا نقدر نستقبل معلومات ونقرأ في الليل نقدر نسهر ساعات مستمرة لل 11-12 الواحدة ليلاً ونستقبل معلومات نحفظ مقالات نحل مجموعة من المواضيع وغير ذلك وكين تلميذ يقول لك ما نقدرش نقرأ في الليل يعني نقدر نقرأ في ساعات الصباح أو في النهار اللي عادي نوضي في الوقت الثامنة صباحاً يعني نشرب قهوتاية عادي جداً ونستقبل معلومات لذلك يفضل سمعني نقاطعك بك يفضل أنه يدير برنامج خاص به خاص به صباح الله فيك هذا وش الذي المهلوم أبا سكنتر تفضل تفضل أستاذ أعجب أستاذ الكلام نعم تفضل أستاذ أوافق الأستاذ شريفي في التدخل ولكن كين واحد الأمر في التحصيل الدراسي نعم هو أحسن يعني وقت الذروة للتحصيل هو أنه الإنسان الفاصلة الفضلة كما يقولوا عليها في علم النفس أنه يكون رقد ومن بعد ينوذ يقرأ ومن بعد يعود يرقد هنا لأنه التلميذ اللي اللي ليلي هو الأغلب بتاع التلميذ كي ما ذكر الأستاذ نعم هو يقرأ في الليل بسح نهاره وعنده تعب ثم مخو كي يستقبل المعلومة الضغط على النهار يأثر عليه هو ببلا كي يخاف يعود يرقد تروح للمعلومة وكي ما ذكرت نعم لينوذ صباح هو يقرأ ومن بعد يعود يستقبل اليوم تاعه كان فيه ضغط وأحسن شيء كي يذكرها علماء النفس يقولوا الفاصلة الفضلة أنه الإنسان يرقد يستحذر معلومات يقرأ بعد يعود يرجع موراها يرقد بش يرتاح ويكون كين فيها يقرأ على الناس بين خلاصة ما قاله هو يستطيع كل شخصيته 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 يستطيع أن يركز كإنسان تستطيع أن تصبح يستطيع أن يكون فارغ أول شيء قابلك ما قالت على فلسفة ولا بيت شعري ولا سياسي كيف يقولون بيت في الشعر أو لديك تانية الفرنسية أو الإنجليزية أو أي مداهد أخرى أنا بقولون رأيي رح نربط هذا السواج بالأول سواجه فارمي الأشياء التي تجعله يتقلق ماذا؟ حيث يقع هو يقرأ صباح حيث يقرأ صباح يصل إلى متعبك يقولون لا 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 يجب أن تقرأ في الليل يجب أن تقرأ صباح ماذا لا يصل إلى ترمينال يستهل لا يصل إلى ترمينال كانت عنده ماتود الذي يصل إلى ترمينال استرميته ługزي أنني رح نربط إنك صباح سيكون جيدا يتقرأ الصورة ؛ اذا استرميته الوقت تأملك يجب أن ي Copper و magnifique كثيرا وانيل ودرج أن ترمي أن تتأل рونج من المجتمع Ian ابي كما قال الأن كما قال الأستاذ هي صحة شخصية ال해 هي تلميذ ليل وكان تلميذين Citizen صح هذا يليده سعادة سواحد يولف روحه وهي منحس كل إنسان يولف روحه من البداية نذهب للعلم النفس العصبي وقلنا في البداية اهتمام بالجانب الفيزيولوجي تعال الجسم صحيح في الليل من الحداشة الليل المخ يفرز الهرمون يعني باش النوم ميلاتونين ويساعد عن النوم في هذه الفترة الدماغ تعنا يرتاح يرتاح أكثر ويكون يفرز في المعلومات يفرز في المعلومات في هذا كل وقتنا نقعد ندخله في المعلومات نعطي له تعب رح انتعب جهازي العصبي وانتعب حتى الجهاز التاعي وبالتالي هي صحيح أنه كان إنسان يفهم في الليل ولا يحفظ في الليل بسح عود روحك نعاود ونقول له أنه التحضيرات ما تكونش من أول ما تكونش في النهاية التحضيرات تكون من بداية يعني الطالب كي يبدأ يقرار ربما كاش طالب تقدر تصرى أنه كاش طالب ولا طالبة فالك نحن نعطي له أعداء راسيدي كان مريض أو كانت مريضة وبرع راسيدي سيبدأ دورك يا راجعة ومش نقدر نقول له هذا الطالب ربما حتى اللي ماشي مريض كايين ربما اللي تهاون قالوا كل مانا ومريقوا له هات سمانة نبدأ هات سمانة نبدأ طلع على الكالونة 15 نيوم لا Только لا نفسك لا ت Scholz أدراك الآن ضربиной الطرف و LMT لم تت pilgrimage واللوم Thoughtur vide ألقا نجح في البكالوريئ، مبروك أتعلم من الإخطاء خطبي، لا يمكن كايين لا شيء لانت تشخصيتك وتتزيلر اخ بـ لا شيء چهزي لا يمكن أن تسعر شيئاً لا يمكن أن تسعر شيئاً جماعة الخير إلى فاصل الشهري قصير سنقول لكم أيضاً بعض التقنيات ربما تكون في القسم حتى يجبون كل شيئ وما يجبون أن يكونوا أخصائيين وحتى الأسئلة اللي حاضرين معنا كونوا في الموعد جماعة الخير وحتى أنت ولكن ترى أن ترى عندك شخص أزيز عليك رح يجوز الباك قوله يدير النهار بعد الفاصل رانا راجعي عدنا إليكم من جديد إن شاء الله فاضل على المباشر في موضوع جميل جداً سبيسيال باك مشاهدين ويكانت شو اليوم سبيسيال باك مع حضور الساتدة من مختلف المواد وأخصائية نفسنية لمرافقة التلاميذ اللي يشاهدوا فينا على المباشر وحتى أولياء التلاميذ جماعة نروح نحتبق الحاجة ذوك كان حاجة أمي بعتولي فيها بزاف تلاميذة ميحوسوا المقترحات مقترحات الباكالوريا وهذا الأمر يارف دوليزة موجي ألاف أجبكم ما الحال؟ أصبرت أن أرى في ذلك أستاذ أجب الحال؟ أستاذ فهمني فيها أستاذ هذي تفرح تلاميذة هذي تفرح تلاميذة هذي تفرح تلاميذة هذي تفرح تلاميذة فهمني فيها أستاذ فهمني حاضر لا ننخلق نحن لا نقلل مقترحات مجرد الجانب النفسي هو الأساس يطالب ذوكا كما قلت مقبيل نربطها دائما الباكالوريا بالوقائع نربطها بالوقائع وبإذن الله نخرجه في موضوع اللي يلقاه التلميذ وينقصه الضغط أعطيني المقترح تعباكالولا دومي الفانتكار أعطيني المقترح تعباكالولا يديني المقترح أنه الأستاذ روي لمح يقول يعطي مقترح حتي بطريقة غير مباشرة رح نجاوب الأستاذ ناصري كما قلت مقبيل الطالب ذوكا يقرأ كل شيء مثلاً نحن في الموضوع السناء شاهدنا مثلاً في الحرب في غزة نعم ولا التدخل ولا السكوت تاع الأمم المتحدة على الموضوع كين طالب مثلاً تحعدنا في البرنامج مثلاً السياسة والأخلاق مثلاً نعم القادر اللي يبنيوا موضوع البكالوريا لأنه شوف كين واحد الأمر أخذوها السناء النسخة الرابعة كين واحد مجموعة أساتذاء واحد ثلاثمائة وثلاثة ورابعين أستاذ ينتميوا لواحد المنصة تعليمية أسمها فيه الوبوك نعم داروا سناء مثلاً موضوع بكالوريا موحد وطنياً وهذا أمر راح يكون كان يديروه في الموادقاء راح يكون إيجابي لأنهم سبحان الله سيروا الواقع أنا ما كنتش مبنيتش معهم الموضوع ولكن أنا الموضوع أنتحهم خدمتو في الثانوية الامتحان التجريبي داروهم موحد وطنياً عجبني الطارقة الكيفية لأنه الضغط الثاني تعتلميذ أغلبيتهم يجوزوش الإختبارات يجوزوش الفروض لا يجوزوش ما عندهم نعمل موبالات صحف الباك هذه تارا كوميت اللي رايح أتأثرهم بعد وش رايك بالصحف المقترح دميل فانتكات لايف رانا لايف وش رايك أعطيني المقترح دميل فانتكات يعطيك تال إنجليزية أو عندي تال إنجليزية المقترح رسمي يعطيلك النص أسئلة النص قرامير يعطيك نقطة إلى السطر مستحيل ومكتوب بغنغلي العملية رضا ما فيه ما واد مدو فيها مقترحات والناس كما في الفلسفة ربما ربما الناس أخي العزيز خب السانات أنا ما نهضر قال أنا نهضر على الواقع أنا الواقع عشت عشت العبليفات كنت في السطر وينجوزوا الاختبارات عضو آمانة كل عام نروح نخدم في الآمانة نخدم عضو آمانة كنا في مركز موحوص برج الكيفان جوزوا آدب وفلسفة ولغات أجنابية غير معا توزع موضوع الفلسفة يغدال عياط بدأوا يدوخوا بدأنا نرفضهم بهم في الدروج مأس كنت لقى طفلات قول أنا لازم نخرج نغسل وجهي الطفل يتقلق يخبط يدو على جال وش على جال مقترحات مقترحات كانوا يتقلق أنا معا أنا أول من أن أدام أن أدام التلميذ نقول ماذا يجب أن يجب أن يجب أن يجب إذا نقول أنا لأجل لأجل هي المشكلة أنا كنت 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 مثال على الصح ليس هدراو وعلم ودراسة هذه كائنا منها أشفتها بعيني نعطيك مثال أنا إماجيني دوكان نحكم في الإنجليزية نحكم نقول لهم التكنيكي ما تكنيكي تكنيكي أو ضربت الظهر ويضع هذا الظهر هذا العام في العام أتمنى أن نسي تلميذ تكنيكي تكنيكي هذا العام لم يتطعوا ويصنعهم يقرأوا ويصوتي ويقرأوا ويقرأوا لهم تكنيكي مقترحة لتكنيكي كل شيء وفي الباكالورية قال لك يتبكي ويقرأوا ويقرأوا كل شيء ومن هذا الأمر تقدر تتحصل على النقاط التي تستاهلهم والأدهام الأمر من ذلك أن التلاميذ الآن فراسه عنده حق مشروع أنه لازم يكون عنده مقترحات شوف الأخطاء اللي شفتهم العام الماضي ما عليش إذا نحكينا على مادة الفلسفة هي المادة لأن يكونوا فيها العديد من المقترحات من مجموعة من الأسات يذور ذلك ولكن العام الماضي كان مقترح مقالة النسيان أظن إذا ما خلنت نشت ذاكرة العام الماضي الحقوق والواجبات أظن والأنظمة الاقتصادية مقالة جدلية عندي شوية معلومات أهي؟ أهي؟ العام الماضي كيشفت بعد البكالوريا خرجوا التلاميذ في القنوات وغير ذلك وش يقولوا بعض التلاميذ كيفاش يجيبونا مقالة الأنظمة الاقتصادية استقصاء بالوضع رانا حبيناها مقالة جدلية يقولنا هذا التلميذ مبرمج في ذهنه أنه يجب أن يجي حقه يقول لك حق مشروع يجب أن يجي وش ران يحط في رأسك ويقول لك وكينهم ربي وكينهم ربي لا لا لذلك لذلك أستاذ شريفي أنا أمول أداب وفلسفة في سيبتون دخل دراسي كلاسة تعليسي أداب وفلسفة وقلهم أش بديتوا تقرأوا مأنا نبدأوا أول حسن هارا من الأول قلهم بلنتوما فلسفة أداب وفلسفة أداب وفلسفة يقول لك أفضل يقول لك أفضل يقول يتتطل فلافين تحفظ لي زوج ما قالته لها ثلاثة علاش يقول لك فلافين يقترحوا يقول يقترحوا بس كنت احنا اي بنادم فنيان بدأ بينا نسمعوا تدير شوية و تجيب بزاف هشتها ديك لوكوتيب بسيكولوجيك تح الانسان فنيان يجي يسمعوا احفظ غير ثلاثة تجيب لو كان جاد تمشي ريالمو لو كان جاد تمشي ريالمو هشتها علاش نديلوا برنامجتها عام كامل و لماذا تقرروا 40 درس و لماذا تقرأ عام كامل السنة سمانة الاخرى ارواح نعطيك شوف لحدة تنية ثلاثة أربعة خميس انجليزية والمات نعطيك فلسفة تاريخ و جغرافيا و رح جوز لاحظوا باللي شوف المقترحات كان غير في المواد الادابية يعني الطالب العلمي والاستاذ العلمي بريء من هذا الموضوع وهنا نفهم باللي المقترحات يعني يبروفوكيوها فئة متوسطة من التلمي صح من اللي يخرجوا هذي المقترحات وش كون اللي يتكلى عليهم الأغلبية الأغلبية يتكلى عليهم ستدخل في الضغط تم هنا المقترح هذا كان بعض المواد يعني بالأستاذة تتاحهم تشوف الرياضيات مرتاح نحن لك المسئولية أما الطالب ذوكاكي نجي ونشوفه نقولوش نحن مواد ثانوية نحن مواد مكملة لأنه لو كانت تجمع المعاملات تحت هذه المواد راهي تعادل للثلاث مواد أساسية لكينا 15 في المواد الأساسية لكينا 16 أو 15 في المواد المكملة ولكن نحن دايما نوجه هذا النداء أن الطالب يقرأ كل شيء وماذا بيه ما عليش ماذا بيه نحن أشغل يركز كي قلناك كلمة مقترحة يركز على مواضيع على 16 17 ومواضيع شوية يحبط ويقرأهم شي ما يهملهم كامل يقرأهم هكذا يصوف يروح يجيب النقطة ما هي ذلك النقطة السيئة التي تكلمنا عليها ما نحن نقولها على المباشر شحل ديت ياسين في النقطة ما نقولهمش على المباشر هاني تسمتها أستاذ إيمان كان عندك تدخل من جانب المقترحات يعني بما أني كنت طالبة وجوزت الباك وكانوا يعطونا مقترحات ونشوف الحالات المقترح هو سبيل اللي يقدر يكون صح إيجابي بصح بالنسبة تاعه ضائلة لأنه الباك دائما نقوله باللي هو شيء مجهول ما علينا شوش راح يطحنا ما علينا شوش راح يطحنا ما علينا شوش راح يطحنا ما واحد ما يتقلق واحد ما يألوخ شيء مجهول وانت توجدوا الحاجة يولي هادك الشيء المجهول شيء معلوم بعد يروح يلقى كونتخ قاوش دار في راسو طيب وش راح يسرالو الوستخص يطلع الإكزامالي كان موراه وموراه وموراه كامل يرح نعم يؤثر هذا على كل المواد طيب سؤالي فقط هل حل مواضيع الباكارورية لسنوات اللي فاتت شيء مهم ولا لا هضرنا عن المقترحات ولكن امتحانات السنوات الفارطة ربما هل هذا يساعد التلميذ اللي حل ربما خمس سنوات الوراء ولا ست سنوات لجوسفو أنا اشحال من سنة يفيدهم ما يفيدهم ننصح دو ميل دوز أنا قد نصحهم دو ميل طراز وطلع خدشو على تمانين كان لنفس التمانين يتبدل بالكلمات ولا الجمل في الإنجليزية ذو كان نقول جوسفو ما نرش عربية ولا بسف الإنجليزية كان بزاف دروس ليتعودوا ويبدلو لهم الجمل الأسئلة يتعودت على النصص بيانسير نفس نوع النص على منتعود كلمة مستطرة هدو في كل باكالوريا يلقاهم التلميذ كيف يصيد الجواب من النص ولا كيف يقدر يسيغ الجواب دياله بيانسير توصل نفس الأسئلة بالنص مختلف هذه تساعدوا ننصحهم باش دائما يحلوا باكالوريات سنوات سابقة لا تستطيع تعرف يقدر يعطيك نفس طريقة على السؤال وتقدر تتحصل على نقطة مليحة غير بالتدريب لأن نقوله براكتس ميكس 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 رغم أن واحد ما مثالي بسح براكتس ميكس 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 تقريبا حتى في مادة الأدب العربي كي نحكيو يعني على المواد حتى في الأدب العربي يعني دائما نقول لهم أن المواضيع يعني مهمة جدا يعني دائما لازم على هذا التلميذي يحل مجموعة من المواضيع أن تسمح له يتعلم المنهجية كيف يشوفها مثلا القصائد كيف يتعلم يجاوب بأسلوبه الخاص كيف يجاوب على الأسئلة المباشرة وغير المباشرة وحتى يعني المواضيع البكارورية تجيب الإجابة التاحة لذلك هذا التلميذ حتى ويكون واحده في المنزل يقدر يدير مجهود خاص به يحل هذا الموضوع ووحده يقيم نفسه ويشوف الأخطاء اللي رأوا يتحفيهم لأنه دائما نقول لهم أنه انتهى تعرف مستواك ما قدرش على بي نعرف مستوى العام للتلميذ ولكن كل تلميذ رأوا يعرف نقاط القوة التاعوا ونقاط الضعف ومستحيل يعرفهم إلا بحل المواضيع وقال الأستاذين التدخل تاحهم وكما ذكروا الأستاذ ناصري لو كان شوفه مثلا العملي فات في البكاروريا الشعب العلمية أعطا لهم نص نصح الآن الأستاذ بأنه الإنسان يحل المواضيع أعطا لهم نص على الرياضيات هو نفسه كان موضوع 2010 الأدب هو فلسفة حرفيا لجون كانابا من النصوص مختارة لإنجليز نفسه نفس الموضوع يعني قلنا باكالوريا 2023 ما نشبعات نعم صحيح وهو نفس الموضوع حرفيا المواضيع يتكرروا في البكالوريا مواضيع يتكرروا ما عليها الطالب أنه دائما يحل المواضيع والشيء يعني اللي يعاونه أنه يثري المعلومات تاعه بالمنهجيات وبالأجوبة النموذجية وبإذن الله راح يكون فيها خير نزيد نقدم نصيحة فلسفة أذكرها الأستاذ شريفي مقبيل لازم الطالب يتعلم كل المنهجيات ما عندكم مش المشكلة هذة فلسفة نحن في فلسفة مثلا تحليل النص ما يقراوهاش ما يعرفوش المنهجية تاعه ويروحوا طالبة تصيروا اقتصادهما اللي يروحوا الأغلبية يديروا تحليل النص ما يعرفش المنهجية ما يعرفش الأفكار طالب الأدبي لازم يعرف تقنيات الاستقصاء لازم يعرف الجدل ميروحش مبرمج كما ذكر مقبيل الأستاذ علاش نغموه في المراكز المقاريين الاقتصاد لكن كي يجاهم استقصاء ما تقبلوش الفكرة وهذا أمر باش ما يقعوش فيه السنة يعرف المنهجيات يعرف الطريقة يعرف الدلائل تاع الموضوع يعرف أدوات الربط كيفاش ويا المعلومة يصيد يخدمها كما انتحفظتها واحكم المنهجية في المسودة زيد عاود مسودة واحد أخرى وعاود أخدمها بالطريقة الثانية خير ما تروح تنغموا يعني يكون فيها تدخل آخر ويكون فيها بالكئة الطائرة بيأثر على المواد الأخرى وهذا كامل على حاجة ما هي صح صح يا أستاذ قبل ثلاث سامحني قبل ثلاث أو أربع ساعات كنت نحكي مع التلاميذ لأنه دائما نعود زملاء في الأوين الأخيرة رك تكون مرافق نفسي كثر من أستاذ خاصة نفسها يعني سباطة عشرين يوم الأخيرة صحيح كنت نحاول نتقرب منهم وسكسيتهم على مدت الفلسفة بحكم أني كنت أداب وفلسفة وعندي ثقافة تسمح لي أنه في بعض الأحيان ننصحهم قلت لهم كيف فعل مدت الفلسفة قالوا لي الأغلبية يعني أنستنوا في المقترحات بعض البعض يقول لي يرى أنا حافظين نص أداب وفلسفة قالوا لي عدنا خمسة وعشرين مقالة أو لتسع وعشرين مقالة تسمى متخوفين من هذه المادة أنا النصيحة اللي أعطيتها لهم هي نفس النصيحة التي الحمد لله قلت له دائما يجب أن هذا التلميذ في مادة الفلسفة يتعلم المنهجية أولا بعد أن تتعلم المنهجية يجب أن تكون فاهم الدروس يجب أن تكون فاهم الدرس يمكن أن تكتب مقالة خاصة بك ودائما هذا النص يكون يعني الخطابة كما أقوله دائما كنت تحصل لفوق دين الخطابة هو النص صحيح هناك بعض التفاصيل المهمة مشاهدة الأفاضل لطلبة البكالوريا والمقبلين على شهادة البكالوريا سنشاهدوهم بعد هذا الفاصل الإشاري عدنا إليكم من جديد صف قصلكم مشاهدة الأفاضل في برنامج ويكانت شهرنا على المباشر نتكلم عن البكالوريا كما يقولوا الليرا مقبلنا على البكالوريا باك ٢٠٢٣ ياسوي كانت صح؟ هذه منذ سنوات نعم قديمة كثير ماذا كنت أريد أن أتكلم كنت أريد أن أتكلم من الجانب المعرفي النفسي حول أسكن حلوه لماذا يأتي الكثير المهارات الأكاديمية نعم هي مهارات التدريبية كما قال مقبل الأستاذ ناصري قال أنه تبراتيكي صحيح تقدرش تحفظ حتى مواد الحفظ ما تقدرش تحفظ برك بلما تدرب الدماغ تاعك أنه يركز فيها أنه يستحضر المعلومة أنه يعرف منهجيا كيفش يحلها على هذا معرفيا يعني معرفيا كل ما حليت مواضيع كل ما وجدت روحك أنك تكون قادر تحل الإكزامات على الباك أفضل طيب أستاذ جاءتني جاني سؤال في ذهني أنا أصررت لي تكون حافظ ولكن كيف يسألك في الورقة يروح لك ما هو الحل ربما في هذه الدقيقة لتعاود تفكر ذلك درس ونترك حافظه وما أعرف تكتبه يعني أنا كنت نحفظ بالكتابة أكتب ما بيش أسكو بصري نعم ولكن لما يطيح السوجي هذا السوجي على بالي بل أن يحافظه يروح لي ما يجب؟ نعم هناك نقاط يجب أن تعرف أنك إنسان بصري أو سمعي أو أن تعرف الذاكرة كيف تعملها وكيف تستحضر المعلومة نعم لديك أيضا أنك تدرب تدرب الذاكرة كبيرا لكي نهار الإمتحان يجب أن تجد هذا الطريق لتأتي من المعلومة ثالثا النصيحة نعم إنسان إذا كنت أرى ورح ويجب أن ينسأ لديه المعلومة لا يرى ثالثا نعم دعي 5 شكرا أو 1 منطق لتسرى فإنسان ويشعر أن ينسى لأنه ممكن أن تنسأ هذا الدرس حافظته لكن القلق أو أو فإن ترى الإمتحان وحيشعر أن ينسى ستتريح أن يظهر أن ينسى ستتتريح ويجب أن تبحث عن شيء الذي سيقومون بالقام. على هذا، إذا كنتم من نوع الناس الذين لديهم الكثير من المستخدمين، يجب أن تضعوا لكم الورقة لا ترى ما ترى في الورقة السوق. نضع الورقة، نستطيع أن نقرأ شيئاً أو ننفسهم، بعدها نرى الورقة، ونجد أن نقرأ أولاً. نعم، سنتحدث عن كيفية اختيار المواضيع، وأن هناك اختيارين، سنتحدث عن أفضل. لديه موضوع المواضيع. بالنسبة لي، من المرحلة، أصبح كثيراً يقوم بسيارة الممارات ومن المسؤولين على التفكير من المنزل، وأنني أفضل نفس الشيء. لأنني أتبون من المدرسي الأمر، ويجب أن تكون هناك الشيء الأمر، ويجب أن يكون هناك المدرسي المواضيع، ويجب أن يكون هناك المهارات المتبعات المتركة، ويجب أن يكون هناك تقربة. ولكن أخر يوجد الأمر، يجب أن يحفظ الناس في الممورة كورترم يحفظ الناس في ساعة أو في أسهل أو في أسهل أو في شهر هناك شخص جديد من أن يقرأ الدرس في جنوية وفي جوان لكي يمتلك المعلومة في الممورة كورترم مثل المدى القاسر وممتلك الممورة كورترم أو المدى التطايل ما يجب أن يقوم بخلص؟ ريباتيات أي تلميذ الذين يحفظ الدرس لكي لا يجب أن يذهب ليتعود إنه المستمع الأفضل يجب أن تنسي به منافسنا. يجب أن يكون أمن أخرى ونعود عدواني حيث أن يكون هناك عدواني وحفظهم ويجوزهم. حيث ذلك سنحفظ أدوان على سبيل المستمع الأفضل الجامعة. عندما تبدأ من أن نقرأ رجل المستمع الأفضل، فهو إستمرأة مستمع الأفضل في عيون. بما يمكن أن أضع أجاب الأخيرة بإمكانك أحدهم هذا المستمع الأفضل في الحقيقة حتى إذا لم يت tittلق الأفضل. كم أتحدث يكون هذا أحد ما. أستاذ ريضا وكأنه ريبو في أمراض الذاكرة في كتابه في الصفحة 163 يسمعني مليح الأستاذ ريضا يقول التذكر يقول التذكر هو تماثل انطباع حالي مع انطباع ماضي وفق قانون التكرار يعني الذاكرة كلما تكررت كلما لا ساخت يعني الأستاذ شوفوا سبحان الله احنا نلقوا الواحد هنا باللي اسم العلم مثلا اسم شخص يروح لنا مع الوقت واسم الفعل ميروحش بواحد عمره 199 يقول لك أعطي لي يجيب لي يرفضني صح لو كانت قوله قرباتشوف والله القرقى شندي هذا يعطي رأينا وشيخ كشل لأمر بيناتكم يشفه وشعليه لأن التكرار تع هذا الاسم ما كيش تكرار هو اللي كما تفضل أستاذ ريضا التكرار هو عامل أساسي في التذكر ونعاود أنه المهارات تذكر كلما تكررت كلما نساخت سمحيه المهارات تعد دماغ ولا المهارات المعرفية اللي تدخل فيها الذاكرة ولا المهارات الأكاديمية تحتاج إلى تدريب مستمر بالنسبة لجميع الشعب هل ربما مراجعة المواد الأساسية كافية لاجتياز امتحان الباكروريا لأن هناك بعض التلاميذ يهملون المواد الأخرى يعني واحد يكون شعبة فلسفة يقرأ غير فلسفة ويقرأ غير لغة عربية يقرأ رياضيات ويقرأ ربما شيء آخر علوم وكيف وكitude نبدأ هنا لكنك ظهر هناك هubenه أيضا نعم لدينا ن tort و keine أنا أر请lusion may我们 to die ثالث قائد دماغ أقول لكha من اسمك LOUuary أرحبت الخطأ أو لديك الأرحبت الخطأ لو لديك الأرحب أو لديك الأرحبتذ ل aging um أنا لا يمكن أفهم وإنك nationale جيدة السياسيات الهوضة فهو لا يكتبه إذا كنت تعمل الإنسان فإنك تعمل الناس فتح يجب أن تأتي فإنك تصل إلى كل ما يدع كل ما يدعي نعم نعم فإذا كان يتبع أساسي فإنك تتبع سوف يتبع سوف يتبع سوف يتبع أفتراداً نقوله 18 في المات نقوله 15 في الفيزيك نقوله 15 في السيونس تدي زوج في أنجلي ربعة في الفرنسية خمسة في الأدب العربي وتدي فلسفة نقوله سبعة أخي العزيز ما دلتش المجهودة الكافية أنا شوفها طبيب وعلش كيفش قدر يوصل بشي ولي طبيب جاب الباكالوريا بمعدل معين وعالي مع أنت در مجهودات بش يقدر يلقى الحلول بش ينجح في معظم المواد تسمى كيف يدويني هذا الإنسان قرأ في الجامعة ودر مجهودات تانية بش يتعلم كيفش يدويني أنا حاق نشوف ننقيس لمجهود تعب الباكالوريا بعد سبيسياليتي تاو بش يقدر تدويني مادم تدي غير زوج زوج مشقيش تسمى أنت أسكح تتعب فيما فيه الكافية بش يقدر تنجح في الميت تاكتاني بش تقدر تعاون الناس هذه نظورة والله نشوف حتى الأخريضة أنا حتى نشوف اللي يحب يجيب عشرة والأحداش لازم يهملش المواد الأخرى لماذا؟ لأنه حتى ونت تركز على المواد الأساسية أنت راح تضحي بالعديد من الأمور في حالة ما جاء الموضوع الأول والموضوع الثاني فوق القدرتك أنت لهنا مستحيل لتقدر تجيب الباكالوريا لأنك انت المواد الثانوية ما قريتاش أصلا صحيح سممين الأحسن أنا حب نجيب عشرة والله هنا لاحظتها جماعة بلاك راح تضحوها الزملاء الأساتذة التلاميذ في الوقت الحالي فقل هذا الشي أو حتى المواد الثانوية الفلسفة العلميين ويقرأوها العربية معامل ثلاثة يعني معامل كبير ويقرأوها خليني نذكرهم نعم سامحني فقط أنا ما قلتش جسوي كون ما تقراش فرنسي وانجلي الحاجة مثالية لو كان جوقع يقدر يقرأوا كل شيء ويصبحوا صحيح صحيح نحن نقبل الواقع كإنسر تنزيلف الفور اللي مددوا في القرايا ما يقدرش يقرأ طالطان ويقرأوا كل شيء ويقرأوا ما تقرأش ما نقدر نقبل إذا راح تجيب عشر نقدر نقبل أنك فرنسي باركزم تقرأ اليونيتي اللي طيح بزاف انجلي تقرأ دوز يونيتي ما تقرأهم كامل ما يرحي بجيب دي ست دي ست دي ست يقرأ أكبر بلوس يعني يقرأ يقرأ كاتيجوريك مولالا أنا هذو ويقرأت موصل ليس ما تقرأهم كامل ما نقدر نقبل إنسان يقول يا شيخ أنا على بلوس تكس تصوار سوريا يطيح وعندي مواد واحد دقارين ما نقدرش نقرأهم في ثلاثة قالوا ما حقك معلش سنسميهم فقط المواد المكملة هي اللي تعاودك للتفوق عندما ترى اللغات وفلسفة اللغات المعامل تال لغات عالي في الفرنسية الإنجليزية وعربية المعامل الزوج معامل الثلاثة كثرة المواد تلحم أنا نقدر نقول خوطنا وخياتنا اللي يرام يشوفينا مقبلنا على الباكالوريا تقدر تقسي الناس اللي جابوا تسعة تسعين وتسعة خمسة وتسعين وتسعة تمانية وتسعين لأنه هاد الناس لو أنه جابوا ربما زوج نقاطي زوج نقاطي في معامل واحد ولا زوج في السبور كما قال لك في باك سبور تخدم ملع ربما هاداك ورح يعاون في مواد تنوية بش تجيب الباك لأنه هادك 0.01 ولا 0.02 رح تكون حسابها كبير يوم الباكالوريا وهادك اللي تقدر تفرح لك والديك نتا في يوم النتائج الباكالوريا فكل المواد ما لازمش تهمل وكل المواد تعتبر أساسية ما تشوفوش في المعامل صحيح المعامل يلعب دور منك البوجران زناع الباك ولكن المواد التناوية تلعب دور كبير أنا ربما التربية الإسلامية عندها دور كبير في الباكالوريا التربية الإسلامية أنا مسلمين ونعرف أنها سهلة تقدر تحفظ التربية الإسلامية نعم الأستاذ حبيد دخل هذا الأمر إحنا ننصح التلميذ النهار الباكالوريا ما يخلي حتى سؤال ما يجاوبش صحيح إذو كان سؤال فارغ برك الله لأن هذه النقطة سيكون عندها تأثير الفراح طيب ما دمش خلط السؤال ندخلوا مباشرة إلى يوم الامتحان غيرنا اليوم في يوم الامتحان خوطنا وخياتنا اللي يشوفوا فينا راههم في الباك تخلوا للباك نبدأ أساتدتنا مختصتنا في العلم النفس وش توصوهم من البداية إلى النهاية مقبل ما تنو نصيحتي الأولى لكي تفهموا وشاني حاب نوصل نصيحتي الأولى أنه زجوا الله ثلاثة في الدار وراء لكي تنوضوا بكري لكي لا تذهبوا لكي لا تذهبوا صحيح هذا أنا أنا جيت من الأول وأنتم لا تكملوا لي الباقي داخل قاعة الامتحان يلا أستاذا كل واحد يعطينا نصيحة أو تنين أو كل واحد أعطي نصيحة للأولية أنه يحضروا جو عادي في الدار لا تقوم بيزافة هذا ليلة الامتحان لا يكون أغسجي يعني يكون أغسجي ويبدأوا يخافوا على أطفاله وعلى أولاده ويقوموا يقوموا جو عادي في الدار تلميذي يرقوا بكري باشي نوض بكري كما قلت نتايا ويقوموا تفادوا أباكم بلكين الناس لا تقوموا بكري لا تقوموا يتركوا في الفيديو يقولون نعم نعم وبعدين نشوفوهم وزملائنا يتنقلوا إلى بعض المؤسسات الترباوية اللي يخلوهم يخلوهم تشار نعم يعني ما نغذر شيء مهم جدا أول شيء المنبه ثم المنبه أخويا لا تقوموا بكري لا تقوموا بكري ثلاثة أربعة في المنزل يقوموا بكري يقوموا بكري وفضل الأستاذ بعد ذلك دخلنا القاعدة الامتحان هذا المترشح يصل إلى القاعدة الامتحان وأول مادة هي مادة الأدب العربي اللغة العربية هي مادة مختصة لها نعم نعم وكأنني أنا يوجد الموجود في القاعدة الامتحان أول شيء يضعني موضوعين لا تتحدث عن مادة الأدب العربي الموضوع الأول يأتيه الشري الموضوع الثاني هو نثري قبل أن تشاهظم الموضوعين أول شيء كما قالت الأخصائية يعني أول حاجة خذلك دقيقة من دعاء اللهم لا سهل إلا مجاعته سهل ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني وفي ذهني راني نحط في راسي بلي نقدر عليها أول حاجة خليني نوصل للتلاميذ معلومة يعني العلامة الممتازة والعلامة حتى الكاملة تقتصر منك اختيار الموضوع الصحيح معناها لازم تخير الموضوع اللي عندك فيه ثقافة اللي تقدر تجاو فيها لأغلب الأسئلة سواء في السجل الأول ولا الثاني ما أقول لك زي ما خير الموضوع الشعري ولا خير الموضوع النثري ولكن دائما لازم تخير الموضوع اللي عندك فيه يعني ثمانية بالمئة من الأسئلة تقدر تجاو باليهم تسمع وش حابة نوصيه يعني تشوف الموضوع الأول اللي هو الموضوع الشعري تشوف الموضوع الثاني اللي هو الموضوع النثري دير بينتهم مقارنة قال أنا مثلا في الموضوع الشعري لقيت راح يفاهم القصيدة وفاهم الأسئلة يعني عندي أفضلية للموضوع الثاني نخير الموضوع الشعري صح ما تلزمش نفس الخطأ اللي تحو فيها الأغلبية يلزم روحوا بموضوع قبل ما يشوف الموضوع أصلا صحيح اختيار الموضوع يكون داخل قاعد وارو دير تبالوش هيخيار قبل ما يخير نعم وكنا مدى بيا كل واحد فيكم في مجاله نعم بعدها نشوف الموضوع الأول موضوع الشاري دائما نصيحتي للتلاميذ في حالتما شوف قبل والله أربع ساعات في الأفواج الحضورية قلتها لهم ونزيد نقولها اليوم على المباشر شوف في حالتما لقيت روحك فهم القصيدة وفهم الأسئلة خير الموضوع الشعري لأنه علاش المواضيع الشعرية المواضيع تحبين الشعر السياسي المواضيع السياسية الشعر الديني مواضيع دينية شعر مثلا مهجري مواضيع إنسانية ولكن الموضوع الثاني لو كنديروا يعني إحصائيات من باقي الفين وثمانية حتى للعملي فات يعني كل مرة يجي موضوع سمى التلاميذ تلقاه شوية صعيب بيحدد الموضوع سمى وش العافة اللي ننصحكم بها أول حاجة إذا لقيت روحك فهم القصيدة وفهم الأسئلة خير الموضوع الشعري في حالة ما لقيت روحك ماكش فهم القصيدة ماكش فهم الأسئلة ما نلزمش نفسي عندي المهرب اللي هو الخطبة اللي هو يعني الموضوع الثاني نقرأ النص نلقاه لغة بسيطة عندنا في الموضوع الثاني إذا تخلنا شوية في التفاصيل نلقاه فقط فن المقال والنصر العلمي متأدب سمتى هذا التلميذ عنده أفضلية أنه فيها أسئلة متكررة يقدري فهم النص حتى في الفن المقال يعني اللغة واضحة بساطة وسهولة في الأفكار يقدري فهم النص يقدري جاوب الأسئلة يقدري حصل يقدري حصل يقدري اختيار الموضوع أفضلية مهمة جدا نعم في حالة ما فهم القصيدة وفهم موضوع الأول خير الموضوع الشعري لذلك العلامة الممتازة والعلامة الكاملة يعني تقتصر منك اختيار الموضوع الصحي جميل تخير كما زميلتها تبدأ التقليد كل واحد عقله كل واحد أفكاره كل واحد شو قادر يمت تشوف روحك هنا تصرى هنا تصرى في الامتحان الداخل يكون قاعد واحد قدام واحد ليس خير فيه ليس خير لا تشوفه الآخرين ليس خيره ليس خيره مشاهدنا الأفاضة سنرى الإنجليزية والمواد الأخرى في برنامج ذوي كان شو بعد هذا الفاصل الإشهاري لنعود أدنا إليكم مشاهدنا الأفاضة المين جديد في برنامج كما دوي كانت شو الحلقة حلقة اليوم سبيسيال باك إن شاء الله الناس اللي تشوفيننا الآن ولا المقبلين لنعيشات الباكالوريا يقع إن شاء الله تدوا الباك ونشوفوكم في أعلى المناصب والمراتب كنا وصلنا إلى النصائح اللي نقدموها لخوتنا وخياتنا ربما قبل ما يروحوا يجوزوا الباكالوريا كنت قلت لكم كنت قلت لكم الأستاذة أنه ربما يجب العامل النفسي قبل يوم الباكالوريا لا يجب أن يجب أن يرغبوا على الأولياء يرغبوا بكارية نرمال ونقلت لهم دعوا رفايا دعوا زوجتها اللي رفايا في الضار بشها ربما نفيتي ونعم عندك إضافة أستاذة؟ استخدموا كلمات تحفيزية في عدنا نقولوا لا تخاف لا تستريسي نحاول نشجعوا بكلمات أخرى جميل لا نبدأ نعطي له هذه الماء هذه العقل لا يجب فقط الخوف طيب كأول شيء قلناها أيضا أنه لازم المنبه يكون نعم يكون المنبه واحد زوج ثلاثة في الضار بشها كده إذا ما نتش قلنا كين بزاف ناس ما نضوش رحوا جوزوا الباك وتما يعني تصراء الكاريتا أستاذنا في اللغة العربية الأستاذ شيريفي في جملة وحدة بلك الناس هدوين التي تحقوا بنا عود لخصلي في جملة وحدة نصيحتك لهم في اللغة العربية أنا دخلت جاني كما قلنا احنا يا أول موضوع في اللغة العربية أعطوني لي دو سيجي سيجي من سيجي من وما هي نصيحتك نصيحتك قلت أنه دائما العلامة الممتازة والعلامة الكاملة في الأدب العربي تقتصر مننا اختيار الموضوع الصحيح جميل بحالة ما لقيت الموضوع الشاري يعني قدرت نجاو فيه خير الموضوع الشاري فيه أسئلة مباشرة أكثر في حالة ما نفهمتش الموضوع الشاري نروح للموضوع الثاني عادي جدا مباشرة جميل يلا نروح الأستاذ مصري أستاذ في اللغة الإنجليزية أستاذنا ما تقترح ولا ما تحبش تقترح أنت على بال ما هي ما صيحتك ربما لطلبتك وكل طلبة اللي شهدوا فينا في اللغة الإنجليزية لما يدخلوا ويحكموا لدي سيجي تفضل اسمها The Vision The Vision هي النظرة أنا في بلاستك توجر الأستاذ يضع روحه في بلاستك تلميذ يقدر يوصل له الرسالة والنصيحة بطريقة أفضل أنا أحطه للموضوع الأول موضوع الثاني بسم الله أو كل تعالى الله نبدأ توجر بها بشر راحة نفسية توجر جي راحة نفسية تكل على ربي هذا كوى الصح مورا أشوفوا كنشوف الموضوع الأول موضوع الثاني في الإنجليزية Unit unit تسمى سواء لونيتي تأثيكس الأخلاق في العمل أو لونيتي تأثيكس الأخلاق في العمل أو لونيتي تأثيكس أو لأستروني أو لأستروني صديق مؤاما لكل شعبه وبعد نشوف لونيتي الأخرى ذو كإذا هو مترزاهم قعد يقدر يخير السهلة فيه إذا تكل على مقتراحات أو تكل على لونيتي وحدة لازم يروح لذلك لونيتي صح سحشفت كي توصل وين تخير الموضوع تاعك لا تخير الموضوع خلاص لقد تأثيك أو تأثيك ترى أول شيء تقدرها تنحي بها تنحي بها نشوفها كنصيحة في الإنجليزية أحكم المسودة أجبت قاعد تمارين التي تقدر تميت لديهم آلاز هذه ليست كما الفلسفة أو لا تسمى كل تمارين وحده أو مجبوضة على الآخر أجبت قاعدين تعرفهم أبدأ بيهم في المسودة ما هي النفسية تأتي الميد وكان يشوف التمارين لا يعرفوش ويبدأ به عبك بلي تمارين مراهقة يلاعبونه على المورال أصلا لازم تخير تمارين لنفسيتك ترتاح وترتاح وترتاح حتى وكي توصل للتمارين الصعيب تقول أنا طميت كاش 8 نقاطي ولا 9 نقاطي عادي نقدر ندير زفور ديالي كامل في التمارين ونسي ندير مراهقة ونسي عندي نقاطي التوعيد نقطة أساسية أيضا فيها أشخاص ديالك مباشرة يحكم السيوجي يبدأ يجاوب أخي العزيز إما جين تغلط إما جين تغلط تريد خربش في الورقة ولكن سمحني كاين بعض المواد كلموا حاسبة رياضيات ما يكونش عندك الوقت باش تكتف المسودة وتنقل كاين الناس يا أستاذ مصري ربما يكتف المسودة بعدين يشوف الوقت يجب الوقت يبدأ ينقل لا يكفه أنا أخي أنا مختص في الإنجليزية لا نستطيع أن نتحدث عن المواد أنا حاجة لا نعرفها عادية في الإنجليزية أخي العزيز شعب العلمية وشعب العلمية لديهم ثلاث سوائع ونص في الإنجليزية يكفيك الوقت كبيرا لم تتحل التمارين الأولى الذي قتلك عليه تلميذ يضمن 8 قاطع يحصل في التمارين عادية يضع أكوتي يضع أفو سيليم وره يضع يطم النقاطي واحد وخرين في الإنجليزية تقدر تتحصل على عشرة بكل بساطة مهما كانت الشعبة تتعك لو كان يشوفوا بركو يدرسوا الموضوع طريقة معينة ويقرأوا التمارين طريقة صحيحة يقدر يتحصل على عشرة نقول لهم بعد أكحب تتعدي 17 نتولي زي فور لدرتهم مور هذه العشرة ما تبدأش تحسب لا يضعوها مع الرياضية مع الرياضية طيب فيه ربما ناس يقول لك أنا ندخل نجوز الإنجليزية ونكمل بكري لأنه الإنجليزية والفرنسية نشاهدهم يخرجون بكري برابور لماذا يراجع للفلسفة والرياضيات التي ستكون العشية أو للتالي الرياضيات صباح والإنجليزية العشية الفلسفة غض من ذلك نهر ثلاث الفلسفة يخرج بكري لكي يراجع نحن السياسي يدخل السياسي نحن نحن كل مادي أعطي لها حقها لماذا نقول لك أهم السياس أو أهم الفلسفة لأن الوقت يقع ما الذي يجب نحن ماذا يعطي لك الوقت ثلاث يقرروا الوقت يقرروا يقرروا الوقت يقرروا حسابهم عندك ثلاث 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 سراث أنا أعطيك كمثال عن نفسي ربما وانتم تقدروا ربما تشاطرين رأيي حتى كنت نكمل كانوا يقولوني أساتدان لا تخرج حتى كملت خلاص كملت ومنه ومنه وخلاص يبون وراك لا تخرج دعني حتنت صوني عاود راجع والله صارت لي في البوكالوريا عاود تراجعت ولقيت أن أنا غالب نعم سيك أنا أقول لهم هكذا هل تعرف أنت تأكد ولتعرف لحتى العشرين مستحيل تقدر تعرف مستحيل عاود أتأكد كاين كاين بعض الأخطاء يولو كان صغيرة أتأكد وعاود فيري فيه ويلقوا الأخطاء أخي أمور ما يخيروا هذو كل المواضيع هذو كل الموضوع ويسيط من قاطع يكسر رأسه في باقي قاطع إن شاء الله مدى بينه نشوفه ناجحين أصلا طيب أستد حفايا ريدا ربما في اللغة الفرنسية أعطونا دو سيجي نحن مقبلين على شهات البقالورية ويسيطنا على سيجي ماذا تنصح أنا نهضر لك لأمور الواقع هو الشيط على بلو بلي وشقال أستاذ شيريفين يموافقه ألف بالمئة على بلو بلي الشيط سيكون بلس كمبورت اختيار الموضوع سيقدر يبدل كل من المشيط يمكن أن يصرط يأتي إلاف يقول لنا صبر يخيير السيجي يرفض دراسه يلقى تلميذ وحد آخر يبدأ يكتب يتقلق أنا واحد صارت لي باك 2012 كان كنت مريح طابلت دوز يام كانت فالقبلي كنت أنا مشيت بدك العقلي يقول لك قالوا لي بعقلك خير السيجي كنت أنا مازلني نقرأ في دو سيجي نرفض دراسي قبلي كان يعمر مسودة كمبلة معمرها كامل نعم كان يديرها لي شاك سيونس هدرت مع قالوا لي ما تدير حوث على روحك بعد هذا ما كان يعمر مسودة قلت لك ويعرف خير مني لك ولي حال بشيين قصر وبركة نعم يخرج ريزوية تأل باك عباك بلي رقم تسجيل تقدر تشوف تعالي قبلك نعم هذا ما كان يدير لي سترس لي قريب ما تدير لازم على جاله كيش لما ينطيع وش لجاب ويت ويجاب يدير حاجة وراء هم غلطين هناك هؤلاء يخرجون بكري تقول يا أخو يجي شفو وكمل فيه نعم هو غير يطر يزي وحبش يخرج يرفض يدي ماري تقول ويتفر تبريز يبريز يبريز بكري هناك أخرى نحن 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 عندك فوتبالر يجب يجب نحن هو كيف يلعب نحن عندك بوكسر يجب يجب تبريز يجب ويريد ويجب فوتبالر يجب 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 معه 3 سوية ونظر ونظر وكيف يجب 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 تبريز يجب نحن يجب نحن مجم ونحن نحن يجب مجم سوية يجب يقول فيها ديزري دمي تروازر نقاط فتدار تروازر نشوف لو كان نزرب يكمل بكري بزاف لو كان نمشي بعقلي بل أكل لنطول بزاف نبقى نستيطر وكاتفوه نمارك أكل ريتم اكزاكت ما لا يجب نمارك كما قال المقبل practice make perfect makes perfect وعندي سؤال أخل أستاذ ناصري انتك اخدرتنا على سجيطة الانجلي بزاف تلاميذ حبوا يفهموا في واحد الحاجة في صديقنا ندعهم ندعهم ندع نghanلي سوف ندعهم نقدر نظر غادر لا يمكنك جزمين كما سوف يكفي أخير هذا المصري يمكنكم غادر غادر لكن جوزيفة التطمير تتطيعونهم عنها والتحكيم أتمنى أن أقفى السودان ولكن أتمنى أن يقوم بتحكيم على أسهل حقائق يجب أن نعطيهم أحد الأنجليزية في المهارات عالية وعندي مهارات عالية في المرورة كيف أن يتحسن لك؟ لقد تحسن لك لا أتمنى أني تتعلم في الإنجليزية كما بكل جيد نعم جيداً ربما اعطوني في الدكتور أنا من شعبات أدب وفلسفات اعطوني في الدكتور الفلسفة هذا سجيد أول وطالب ما نصيحتك لي يا أستاذ؟ بدء أن ببدء نحن في فلسفة يمدى موضوع واحد في ثلاث اختيارات نعم فيه الموضوع له القدر يكون جادل هذه في شعبات الفلسفة أو لا في كل شعب؟ لا، كل شعب ما دارني ناسي خلاص حالة سنوات ورقة واحدة نعم ورقة واحدة تختار سؤال واحد سؤال واحد من ثلاث السؤال هو راح يكون إما جدل إما مقارنة والسؤال الثاني راح يكون استقصاء بالوضع والسؤال الثالث راح يكون تحليل نص نعم شعبت تصيروا اقتصاد إلى جانب الأسئلة يعطيوا لهم المنهجية يعني باش يعونوهم في الحل لكن نحن نعذوك الآن نرجعوه كيفاش يجاوب الطالب نعم هذا هو مظلوب سيرتو في الفلسفة يعني دايماً أنا ذكرتها مقبيل نمطية سؤال كي يكون واحد الاستحضار يكون شوية ثقيل ذلك أنا راح نقدم نصيحة للطلبة من هذا المنبر مثلاً أعطيوا لي موضوع للعنف ولا موضوع للعولامة ولا موضوع العلم النفس ولا الرياضيات طالب مثلاً راح يجاوب على موضوع الرياضيات طابوا يقرأ السؤال يبدأ يستحضر في المنهجية هي الأولى نعم بعده شيدير يقسم الورقة التاعه على اثنين يحط الآراء بهذه الطريقة ستخليه يبدأ يستحضر في المعلومات لأنه التذكر راح ينتقل دايماً من الجزء إلى الكل هذه الطريقة الاستقرائية في الدراسة التجريبية يبدأ من الجزء إلى الكل يحط غير النقاط الأساسية ويبدأ غير بالعقل وبعده يبدأ يرتب في الأفكار هذه ما تصلحش هنا هذه نسيت هذه هنا يحط المسودة كما أذكر مقبيل الأستاذ ناصري المسودة مهمة وأساسية هنا في هذه الحالة نعم لأنه هذه الورقة اللي راح يعتمد عليها في بناء المقال يحطها بجهة وبعده يبدأ يبني في المقال راح يجيوها معلومات المشكلة تعنا أني كنكون نكتف في الدبلو في كنجيني معلومات سؤال ما زال ما لحقت له نقول ذلك أن نلحق لهم بعد أن تفكروا بره نقول كنت على بالي به تعالوا كان يكون عندك هذا التهميش راح تحط هذه النقطة قراني نجاوب في موضوع جاني في بالي نقد والله جاي في بالي فكرة تحفيل يسوف نحطها وبعده تبقى هذه هذا الجانب النفسي هو الأساس يعني إذا النص على الأولى الطالب الدار هذا المخطط في جهة راح يرتاح يعاود يزيد يدير المسودة وهذه المخططات يعاود يبني عليهم المقال جميل وبعده يعاود يقراها وبعده يعاود يرسكل هذه المقال في الدبلو في وهنا راح يكون تحصيل تعالى المعلومة والتدقيق في نقل المعلومة بطريقة علمية متأذبة مع ما يذكرنا الأستاذ مقبيل هنا راح يكون الإفادة أكثر للطالب قالوا لنا ننصح طالبة أنه يدير مخطط قبل ما يبدأ لي أنه سؤال واحد هو كما قال مقبيل الأستاذ يضع له يكون الإغماء وعلى يقول لي أنه الطالب لا يقدرش يتقبل كيفش جهة المعلومة مباشرة سيفتو في الفلسفة نحب أن ربما يكونوا معنا أيضا أستدا في المواد الأخرى في العلوم والرياضيات وحتى تاريخ أول جغرافية وجهت لهم الدعوة ولكن كل شخص وكل أستاذ وظروفه فنعذرهم على كل حال فيه موضوع مهم أيضا نعم أستاذ تفضل بسكو مقبل كي هدرت هدرت بوكو بليست سطحيا بش نهدر على لنا ما تيرتايب كمدابية ياك الكوشوز لمدابية نهدر عليها يلا في عجل أنا أدبي بس أنا آمن بليستاتيستيك أنا نحب ندير إحصائيات نعم وليس كين صح في الباك كين صح في الباك يخيروا الوحدة الأولى التي هي التكست ديستوار والتكست إستوريك النص التاريخي نعم تانين بالمئة يخيروا الموضوع الآخر الذي هو دي بادي دي ولا لابال يعني التكست حجاجي ولا نداب من بعد سقسيت قلت لاحظت درت دراسة أببري قلت وين قررت بارتو سقسيتهم نفس السؤال لماذا تخيروا التكست ديستوار نعم يقولوا له بسكو سهل كين قلهم على سهل ما هي رأس على سهل يقولوا بعد تبحث كيف سهل تخيروا قالوا لهم لهم تخيروا عندهم تخيروا عندهم تخيروا 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 جميع الشعب كان واحد منهم دي من نتاح فرصة ما اقولك نقرأ حاجة واحدة سور طائح أوفيسيال بلا مقترحات بالأحتاح حاجة أوفيسيال أنا نصيحة تألهم سكت ديستوار سيبركو دي من نتاح ما أبخي لذلك يجب أن ينقوم بسيارة لذلك يجب أن ينقوم نفس اليوم لذلك هناك فسيبليت وإن أنا قارنت دي سجي تعم 2010 2008 هناك فسيبليت في العام لذلك يطيح تكسد سور نيفو تعون نعم ويطيح سجي ديزيام نيفو تعون يلقى رحب بلا خير سجي لي يبقي باطا يبش يجي 14 15 و 5 سجي لذلك يمكن أن يكون 15 أو 16 فسي هذا ما نحن نحن سوف نتحدث عن التصحيح معكم قبل ما نخلط الحلقة لذلك لم يكفوش بزاف ولكن سوف نلخص أنه فيه موضوع لا أتكلم عنه وهو مهم جدا الخط بالنسبة للتلاميذ الخط يجب أن يكون مفهوم يا جماعة الخير لأنه أنتم كامو صحيحين تقدروا تقولوا هذا التلاميذ في التصحيح أنتم ليس لديكم من ورقة وأسكت قعدة تكون سنتر يا هذا الشخص وش كتبه وش مكتب وش تفضل نحذرهم نحذرهم هكذا على الخط ثم الخط ثم الخط هذا يعودها في الكاميرا لأن الكاميرا لا حكمتها الخط ثم الخط ثم الخط نحذرهم ونقول لهم والله نجوز على تلاميذ نصح لهم الورق تحهم أخذش نديلهم أنا امتحانات مفجائية في وسط الحسن نقول لهم اجبد الورقة ولهاو سيري هاي لا سيري حلها عبا كاين وين تلاميذ نطح معهم في خط أخي العزيز والله ما يتقرأ وننصحهم نقول لهم وعلا شو خلش كل واحد لكيتابة ونقول لهم أخي لو كانت براتي كي تكتب هذه الكلمات بلو زير فو باش تتقرأ نهارا تصحيح الأستاذ يكون على باله وشك تمعني وشك حب تقول خلش لو كان ما يفهمش كيفاش يقدر يعطي لك النقاط اللي تستاهلها وكليم بزاق ما جابوش الباق ومبعد يلومت تصحيح قال لي قالوا لي بزاق هذا الأمر ومبعد تشوف كتبتو تقولوا أخي في رأيك انت المو صحح يكون فهم قاوش كتبت written expression على الستة اللي لونغ والباقي خمسة خلي باش ونشي عارفوا أخطار إملائية أيضا نعم عندك الخط والأخطار الإملائية خاصة في المواد الأدبية هذاك شهدو هذه الكتابة برك الكتابة الكتابة ديالك لازم تحسنها براتيكية على كل شيء خليهم يعرفوا ربما الطلبة اللي راح مشتازين شهادة البكاورية يعني اشحال من ورقة الأستدي صحيحها باش يعرفوا ربما أسكو عندهم فكرة ربما أدوك صديق في الماتير أنا واحد فاركزون كتاكي كونو في مركز تات صحيح أنا فرنسي يعني نقدرون نفنسي في الماتير نحكم 1 جنة نقريجها ببريمية ورقة نتلقى بصحبي تعالعولو واش حال صحيحها تقولي 4 4 5 علان تودي بول الماتير كان دي بول الماتير وين تقدر تفنسي في التصحيح كان دي بول الماتير وين فيها بكو دي تطالي 0.25 0.25 وحتى تودي بول الأستاد اللي يطحي صحيح لك كان أستاد ربما راح يركز كتير مع الخط نحن نقول لك سيفريكو الخط يقدر يأثر هذي كين منه صحيح وليس كين يقول لك بلي مركز تصحيح فيه سكارا وميسحوش والكون ويضع لبر ميسحوش وميسحوش ما حاجة نقول لك أنا واحد في الصندر بالحد نقول لك اه واقل تعتزي وزو اه واقل هدو ماليبر وقل هدو مجوم بالعباس ومع البناش سكيفيك ما نقدروش نقوم بسكارا ومع البناش ممتع منه نجو حتى إنسان لو كان يكون سكايري لا يمكن أن يقوم بسكارا في إنسان لا يعرفه ونفصل لنا ورقة صحيح لا يوجد سكايري لا يوجد لا يوجد يحمل هذا الأمور لا يوجد سكارا لا يقول أنه يحقر ولا يحقر كأن خط سيكون حيث أنا أحد أن كليل لي أنا لا 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 فنصوت كالسواليزي المهمة التقرأ لماذا نرجعها شابة لا نعرف كتبت جامعة تكون شابة صحيح رجعت التقرأ لماذا كوني صحح مقالة تعفل سافة او ريتين اكسبريشن كيف تأتي تسلسل لو كان يقرأ يحبس في نص كلمة يروح تسلسل فكرة تقع ترح ماذا يلقى يلقى ويشدر فوريا نقول هذا المصحح كما قال زامير ريضا لأنه هذا المصحح لا يعرفك صحيح سيعرف المستوى عن طريق الخط وعن طريق الإجابات وعن طريق كما قلنا مثلا اختار الإملائي وعن ذلك هذا المصحح لا يعرفك شخصيا يعرف فقط مستوى من خلال الخط ومن خلال القال بتاع ورقة الإجابة طيب جماعة الخير لأنه ما بقاناش الوقت وقعدونا تلت الدقائق الوقت جاز يجري زدنا نصاعة والوقت جاز يجري جماعة الخير أنا قدرت بعض ربما النصائح اللي كنت قلت نزيدهم إذا ما حكيناش عليهم لأنه أنا أيضا كنت طالب وجوز الباك فإذا تقدر يتوافقوني مع هذا الشي أنه إذا الشخص اختار موضوع من بين الموضوعين لا مجال للرجوع للوراء أنا هذه كانوا قالوها لي وعلموها لي وعطوني رايكم بليزيموجي إذا توافقوني فأول شي جماعة إذا اخترتوا الموضوع الأول أو الثاني إذا بديت فيه خلاص لا مجال للرجوع للوراء إذا رجعت راح تخربط راح ورح ما تديرني هذا نهادا تاني شي قلت اللي تكلمت عليه هو الخط وافقتوني فيه تالت شي أنه ما نخرجوش مع الأوائل ما كانش منها عندنا عام ونحن نوجد لهذا الباك فأكي الحق الباك ماشي نخرج أنا على مساعة نضيع ربما نقاط ونضيع عام في ربما دقائق أيضا فيه موضوع ما تكلمناش عليه واللي هو فهم السؤال نصف الجواب هذه كامل قالوها أنك يكون صغار ففهم السؤال نصف الجواب تقدر أنت تشوف يتبان لك أنه هذاك سؤال عارك حافظه يعني تدخل ولكن بعدين ما تلقاش هذاك الجواب فإن شاء الله هنكون وفدناهم في هذا الحلقة نخليكم كلمة كلمة في عجلة يلا خلصنا الوقت تفضله الكلمة الأولى دائما بالتوفيق للجميع سواء كنت علمي ولا أدبي ولا مهما الشعبتاعك النصيحة النهائية أنه هذا الطالب متهم الاحتمادة وفي الأوين الأخيرة كما قلنا العامل نفسي هو كل شيء دائما دير في بالك حتى وما وجدت شارك وجدت أراك تقدر يعني التوفيق ليس مش يكي توجد التوفيق من الله عز وجل دير لي تقدر عليه وشبقه وبالتوفيق لكم جميعا شكرا لك ناصري أتمنى لكم كامل نجاح إن شاء الله والأفضل ونحن لا يستطيع ما بقاش بزاف نحن لا يستطيع نحن لا يستطيع دير لي عليك إن شاء الله نحن ناجحين أستاذنا بوو برمير شوز بارك الله فيكم على الدعوة هذه دوزين شوز نتمنى والنجح الكامل طالباتنا أنا أقول لهم بارك بلي كل واحد فيكم يستهل ينجح ودرني أرشوز ندعو لخوتنا في فلسطين ربي نصرهم إن شاء الله ربي نصرهم إن شاء الله أستاذة فضلي التوفيق الكامل للتلاميذ ونقول لكم مهما كان راكم مواجدين بالنسبة اللي وجدتوا لها من سبتمب حتى إلى هنا تكلوا على ربي ونطلقوا أستاذ نشكر القناة لفتحة هذا البوابة للطلبة باش يعني تساهم في أنه تخفيف من الضغط يكون بإذن الله موفقين بإذن الله راكم تعبته عم كامل وانتو ما يعني تحصلوا في المعارف إن شاء الله هذا الشيء كامل يترجم في شهد الباكالوريا وتكونوا من الناجحين ومن المتفوقين أعطاكم صحة إن شاء الله بدوري أشكركم مشاهدة أفاضلة لحسن الإصغاء والمتابعة إن شاء الله نكونوا فدناكم فدنا ربما طلبة اللي رح يكون عندهم امتحان شهد الباكالوريا على 17 يوم أولياء الطلبة كذلك إن شاء الله وانتو لانتو لك تشوف فيها إن شاء الله بعد ربما أشهر تكون نلتشهادة الباكالوريا ونشوفوك في أعلى المراتب والمناصب وتذكر هذه الحصة إن شاء الله تكون فاداتك ولو بحاجة قليلة الناس لما شفتش البرنامج تقدروا تدخلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقناة النهار عبر اليوتيوب والفيسبوك رح تلقاوا الحلقة الكاملة فنصحتي لكم أنه تشاهدوها لأنه فيها نصائح من ذهب مشاهدة الأفاضل إن شاء الله نكونوا في دناكم شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة موعدنا جدد غدا غدا لا لا الأسبوع المقبل في يوم الجمعة سهرة الجمعة على ساعة تسعة والنصف ليلة شكر كبير لكل القائمين على البرنامج عبد الرحيم بن مري ورياض قاسيمي في الإعداد أيضا وكل الطاقم التقني الذي رافقني طيلة هذه الساعات دمتم تبترعية الله وحفظه في الأسبوع المقبل إن شاء الله السلام عليكم وإلى اللقاء